اضافة صلاحية تعديل الغياب للطلاب في جميع المدارس من نظام نور الخطوة الاولى تسجيل الدخول على حساب نظام نور نقوم بادخال الاسم المستخدم نقوم بعدها بادخال كلمة السر نقوم بعدها بادخال رمز التحقق الظهر في الصورة بعد تسجيل بيانات الدخول على نظام نور نقوم بالنقر على تسجيل الدخول انقر هنا أقل تسجيل الدخول من القائمة الرئيسية يتم النزول لأيقونة السلوك والمواظبة لنقر عليها لإضافة صلاحية تعديل الغياب للطلاب في جميع المدارس في نظام نور من حساب مكتب التعليم انقر على السلوك والمواظبة هنا اختر أيقونة فاتح صلاحية التعديل للغياب للمدارس نقوم بالنقر عليها بعدها هنا حدد السلطة نظام المدارس حكومي المحالة الدراسية الكل المدرسة الكل لتحديد وفاتح الصلاحية لجميع المدارس وحد التاريخ تعديل الغياب هنا بداية التاريخ ونهاية التاريخ وبعدها نقرأ على ايقونة اضافة نقرأ على اضافة هنا قم بتعديل تاريخ الغياب مرة اخرى بداية تاريخ الغياب بداية تاريخ الغياب ونهاية الفترة وقم بالنقرأ على ايقونة حفظ إضافة صلاحية تعديل الغياب وصادقة على صحة كافة تعديلات التي تستثم من قبل مدير المدرسة وتعتبر مدقاقة بشكل نهائي وانقرها لإيقونة نعم نجد رسالة تم إضافة صلاحية تعديل الغياب لهذه المدارس وممكن إضافة صلاحية تعديل الغياب لمدرسة واحدة عن طريق اختيار اسم المدرسة والمرحلة الدراسية وتحديد التاريخ وبداية تاريخ الغياب ونهاية فترة تعديل تاريخ الغياب وبعدها نقرأ على إيقونة حفظ وبذلك قمنا بشرح طريقة إضافة صلاحية تعديل الغياب للطلاب في جميع المدارس في نظام نورم حساب مكتب التعليم أو إضافة صلاحية تعديل الغياب لمدرسة معينة أو لمرحلة دراسية معينة